اشتركوا في القناة البرنامج الانتخابي لأي مرشح رئاسي هو اللي بيورينا فكره وطريقة تفكيره ورؤيته للبلد في المرحلة اللي جاية هنحاول نعرض البرنامج الانتخابية لأهم المرشحين الرئاسة في الانتخابات اللي جاية الأمن، السياسة الداخلية، قوانين، دستور، التعليم، السحة، الاقتصاد، البيئة، والسياسة الخارجية دي أهم قضايا تهمنا كلنا كشعب مصري في أي برنامج إليانب طبعا الملفات الخاصة لكل مرشح برنامج المرشح حمدين صباحي مبني على ثلاث محاور الحرية، الكرامة، والعدالة الاجتماعية هو سمى الجمهورية اللي هو حيبقى رئيسها الجمهورية التالتة سؤالي بقى، فين الجمهورية الأولى والتانية؟ في قضية الأمن، هتلاقوا كلمة متكرارة في كل البرامج تقريبا إعادة الهايكل، إعادة الهايكل يعني إيه إعادة هيكلة؟ هتعمل إيه بالزبط؟ فهمنا؟ قضية السياسة الداخلية حمدين صباحي تكلم على إطلاق الحريات العامة وحق التظاهر، وحق الاعتصام، فصل السلطات، دولة القانون كل دا كلام كويس بس برضو مفيش إزاي؟ يعني كله كلام حلو قوي بس مفيش هعمل كذا عشان أوصل لكذا قضية التعليم حمدين صباحي تكلم على رفع مستوى التعليم بس ما قالش إزاي؟ وقال حيفضل التعليم مجاني بس حيرفع مستوى وحيرفع مستوى المدرس ومرتبات بس برضو مفيش أرقام مفيش أرقام في البرنامج تحت مفهوم العدالة الاجتماعية حمدين صباحي قال إن لازم يكون فيه تأمين صحي على كل الشعب المصري ويكون مجاني مفيش برضو رقم مفيش ميزانية مفيش تفاصيل برنامج حمدين صباحي الاقتصادي هايل فيه كلام عن القطاع العام تقوية القطاع العام طبعا بالخلفية الاشتراكية بتاعته والقطاع الخاص وتشجيعه وفيه قطاع سماه القطاع التعاوني إن الحكومة تخش بنسبة معينة في المشاريع الضخمة جدا مع القطاع الخاص حمدين صباحي كمان تكلم على إن إحنا نكون فيه زيادة في التعمير بنسبة 50% في الثامن سنين اللي جايين قضية البيئة حمدين صباحي تكلم عن البيئة في برنامجو وباستفادة وقال إن لازم يكون فيه قوانين لحكم التلوث البيئي في مصر وبالذات في السعيد تحت بند التعاون والكرامة حمدين بنا سياساته الخارجية إنه هو هيكون فيه تعاون مع دول حوالينا في المحور العربي والمحور الإسلامي بالذات تركيا وإيران برضو وفي نفس الوقت قال إنه هو هيوقف الغاز على إسرائيل بس هيحترم جميع الاتفاقات الدولية في الملفات الخاصة حمدين صباحي تكلم عن الطاقة الشمسية الصناعات الاستراتيجية زي الغاز والنسيج أو المصانع الحربية تنمية سينة السحر الشمالي السحر الربية والسحر الشرقية والنور المرشح عمر موسى معروف للشعب المصري لتاريخه السياسي الأكتر من 35 سنة برنامج عمر موسى كبير جداً وشامل ودي في حد ذاتها حاجة كويسة وحاجة وحشة هتركز في إيه؟ هل كل ده فعلاً هيحصل؟ عمر موسى في خطة أول مئة يوم ليه في القصر الرئاسي حتى الأمن أول قضية وعمل حاجة اسمها مجلس الأمن القومي عمر موسى هتم كتير قوي بالأمن بس برضو الآليات مش مشروحة باستفادة قضية السياسة الداخلية عمر موسى طالب بنظام رئاسي دستوري وطالب بإلغاء قانون التوارق فوراً أو ما يمسي وفي نفس الوقت طالب باستقلال القضاء وفصل السلطات فصل تاني في قضية التعليم الكلام كان على رفع الإنفاق الحكومي في التعليم لـ 20 أو 25% من الإنفاق الحكومي الإجمالي وفي نفس الوقت رفع دخول المدرسين والتعليم الفني يكون لأرقر مستويات العالمية مش كتير شوية؟ في قضية الصحة عمر موسى تكلم على رفع الإنفاق في الصحة لـ 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي وإن يكون في كل قرية وحدة صحية وفي كل مركز مستشفى وفي نفس الوقت التأمين الصحي يفضل مجيز في البرنامج الاقتصادي الكلام كان على أربع محاور الزراعة والصناعة والتعديم والسياحة بس كان فيه حاجة في الجزء الاقتصادي إن عمر موسى هيعتمد على علاقاته في الخليج إنه هو يجيب معونات لمصر حاجة أنا شايفها قصيرة الأجل قوي برنامج 80 صفحة لعمر موسى ما فيهوش كلام عن البيئة اتناسك قضية السياسة الخارجية برنس طبعا وزيخ خارجية 10 سنين وقامين عن جامعة الدول العربية كمان 10 سنين برنامج لعمر موسى من كتر ما فيه قضايا خاصة كتير جدا هو تقيب ما سابش حاجة في البلد إلا وعمع لياها مشروع سينة الصحة الغربية الصحة الشرقية زاوي الاحتجاجات الخاصة المرأة النوبة مش شايف يا أستاذ عمر ان الموضوع ده كتير شوية ومش هتقوم بركز في حاجة دخول المرشح محمد مرسي للسباء كان مفاجأة طبعا لأن كان فيه مرشح رئيسي للإخوان اللي هو خارج الشطر بس برنامج محمد مرسي يستحق ان انت تقراؤه لأنه هو متقسم لدلعك مستويات مستوى فكري مستوى استراتيجي ومستوى تنفيذي والبرنامج مفصل بطريقة هاي ولو ان قضية الأمن قضية مهمة جدا لكل المصريين في برنامج دكتور محمد مرسي ما كانتش واخد حيث كبير قوي وكان الكلام فيها على اعادة هيكلة الداخلية برضو من غير ما قولنا ازاي وجعل جيش مصر من اقوى جيوش المنطرة برضو من غير ما يتقال ازاي بطريقة قضية السياسة الداخلية برنامج دكتور محمد مرسي كان كل الكلام فيه على ان مصر تكون دولة مؤسسات ومكافحة الفساد وفصل السلطات واستقلال القضاء التعليم كان واخد حيث كبير جدا في البرنامج وكان فيه زيادة الانفاق وان يكون فيه جامعة لكل 3 مليون وطن وقسم التعليم للمرحلة الأساسية والسنوية والتعليم الفني على الرغم من ان برنامج محمد مرسي كبير جدا ومفصل قضية السحة كانت حاجة صغيرة قوي فيه عرفش ليه ومرش ما قالش حاجة قضية الاقتصاد كانت واخد حيث كويس قوي في البرنامج بتاع محمد مرسي ووعد ان يكون النمو الاقتصادي 7% كل سنة ووعد ان يخفض نسبة عجز الموازنة 20% كل سنة عن التانية قضية البيئة برضو في برنامج محمد مرسي مش واخده وضعه انا مش عارف ايه احنا بلد نظيفة قوي كده فالناس مش مهتمة بالبيئة قضية السياسة الخارجية في برنامج محمد مرسي قيل ان هو عاوز يعمل محاور عربية افريقية اسلامية شرقى اوسطية وعلاقات كويسة جدا مع الخليج قضية الملفات الخاصة في برنامج محمد مرسي كانت خليط من التانية الاقتصادية التانية البشرية لكن اكتر حاجات كانت موجودة كانت اقتصادية والاقتصاد الموازي كان واخد وضعه في البرنامج على ان الاقتصاد الغير رسمي وكان من اهم الحاجات اللي كاتبها محمد مرسي التانية المتباعدة ان لو انا عايزي نمي كاهرة كمدينة انام بعيد عنها بخمسين كيلو وما بين الخمسين كيلو اللي انا نميته ده والكاهرة يتنمى مع الوقت الملاشة احمد شفيق عنوان برنامجه عصر جديد جديد ماشي وطن أفضل لأمة عظيمة في قضية الأمن أحمد شفيق اتكلم على إعادة الأمن في شهر في مصر كلها ولما تسأل إزاي في أحد برامج قال لهم بالتعليمات طب بالنسبة للتعليمات بتاعت دلوقتي إيه محدش بيسمحها ولا إيه في قضية السياسة الداخلية أحمد شفيق كان مقسم مسئولياته على مفوضين تحته غير النواب هيبقى عنده أربع نواب وهيبقى عنده مفوضين لكل الأضايا الكبيرة وأكتر قضية يركز عليها قضية العشوائيات وده يحترم طبعا في برنامج زي ده بالنسبة لقضية التعليم يا سيادة الفريق ملقناش أي حاجة في برنامج مفزر في قضية الصحة أحمد شفيق اتكلم على التأمين الصحي المجاني الشامل لكل الشعب المصري وزيادة الوحدات الصحية في القرى والنجوع أكتر حاجة كانت ملفتة في قضية الاقتصاد كانت الهيئات القومية اللي عملها أحمد شفيق عمل هيئة للقومية للتشغيل هيئة قومية للتدريب وهيئة قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وده مشروع كويس أجل في قضية البيئة أحمد شفيق عين مفوض رسمي لنهر النيل سواء كان بقى ميته ما يحصلش فيها تلوث أو لو فيه أي مشاكل مع منابئة النيل مع الدول الخارجية في قضية السياسة الخارجية ما كانش فيه كلام كتير في البرنامج لكن احنا عارفين النظام يعني زي وزي اللابن الملفات الخاصة في برنامج أحمد شفيق كانت تقريبا بتتكلم في نفس المواضيع سينة، السعيد، النوبة، الصحرى الغربية، الصحرى الشرقية وطبعا العشويات كانت تواخد حيث كبير جدا من البرنامج المرشح الرئاسي عبد المينة عن قابل فتوح من الوشوش المقلوفة جدا للشعب المصري برضو كنوا من أبرز قيدات الإخوان المسلمين قبل كده واستقال من الجماعة أو تم فصله من الجماعة بعد ما ترشح للقاسة الجمهورية البرنامج الانتخابي للدكتور عبد المينة عن فتوح من البرامج اللي فعلا تستحق إن رواحد يقراه في قضية الأمن ما كانش فيه الإلحاح في قضية الأمن أو إن قضية الأمن دي مهمة أوي كان الكلام على إعادة هيكلة للداخلية إلغاء نظام الإقامة الداخلية في الكليات بس مافيش اللي هو في خلال كذا هيحصل كذا في السياسة الداخلية أبو الفتوح اتكلم على نظام رئاسي برلماني مع توزيع السلطات ما بينهم وفي نفس الوقت تكون دولة القانون اللي يتطبق على كل الناس وفصل السلطات واستقلال القضاء في قضية التعليم أبو الفتوح اتكلم على 25% من الموازنة العامة للإنفاق على التعليم وإن يكون 50% من الرقم ده لمرتبات المدرسين ويراجع المناهج ويرفع مستوى التعليم الفني والمستوى التعليم الاتدائي والإعداد في قضية الصحة الدكتور أبو الفتوح قال إن حيوصل بينا 15% من الموازنة العامة للصرف على القطاع الصحي يعني رقم برضو كتير شوية في نفس الوقت قال إن هو حيعل الدرائب على السجاير وكل المنتجات اللي بتضر بالسياحة يصرف بيها على القطاع الصحي في قضية الاقتصاد أبو الفتوح اتكلم على تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي يعني اقتصاد بيشتغل على السياحة وقناة السويس حاجات بتدخل دخل إلا اقتصاد منتج عندك مصانعك تنتج منتجاتك وتصدرها وتكلم على إعادة النظر في تصدير المواد الأولية زي الغاز الطبيعي أو زي البترول وتكلم كمان على فرض ضريبة ده سعادية على المنتجات ودي في حد ذاتها يمكن تقلق المستثمرين الأجامعي قضية البيئة برضو يا دكتور مش واخدة وضعها في برنامجك إلا بس في الحتة أن انت هتعل الدرائب والغرامات على الصناعات الملوثة اللي في قضية السياسة الخارجية أبو الفتوح اتكلم على برضو تعميق دور مصر في المنطقة أفريقياً عربياً إسلامياً وتحسين العلاقات بدول زي الصين والهند وماليزيا أبو الفتوح زي وزي برامج الكبيرة اللي في حجمه برضو تكلم على ملفات خاصة كتير جداً وعلى مشاريع كتير جداً كنت أفضل إن هو يركز في مشروع أو مشروعين أو تلاتة بالكتير طبعاً ما قدرناش نعرض كل برامج ولا كل المرشحين لو عايزين تعرفوا أكتر خشوا على صفحة برنامج ألمين